اشتركوا في القناة وكالعادة وقبل ما نبدأ لو شايف ان المحتوىنا مفيد واستحق الدعم ما تنساش اشترك في القناة وكمان فعل زر التنبيهات على الكل عشان وصله كل جديد ودلوقتي خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر عن الموديل اللي معنا وهيكون متوفر بتلت احجام ال55 وال65 وال77 سعر ال55 بوص على موقع امازون 2100 دولار وفي مصر 45000 جنيه وحوالي 7500 ريال سعودي والاسعار دي في وقت نشر الفيديو وعلى مستوى التصميم الخارجي خامات الظهر من البلاستيك والاستاند الارضي من المعدن وبيكون في نص الشاشة والتصميم نحيف جدا اللي هو الانفينيت وان وشكله بيكون مميز جدا خصوصا لو متعلق على الحيط وفي الظهر موجود السماعات والمضخم والشاشة بتكون فريملس يعني من غير اطار على الجوانب وده بيديك احساس ان الشاشة اكبر لانه بيديك صورة كاملة من غير اي نطوش او حواف وبصراحة التصميم اجمالا عجبني جدا والمميز في الموديل ده عن باقي موديلات الأولد ان المداخل كلها بتكون في الكوننكت بوكس يعني منفصل عن الجهاز وده هيفيدك خصوصا لو هتعلق على الحيط ومش هيكون عندك مشكلة في تغيير الكابلات زائد انه مدي مساحة كبيرة للسماعات ومكمل الشكل الجمالي في التصميم والمداخل موجود 3 USB ومدخل Optical وانتنة ولان واربعة HDM واي كلهم 2.1 وده هيفيد محبين الألعاب لانه بيدعم الفوركي ب120 هرتز وبيوصل ل144 هرتز بالنسبة للبيسي جيمين ويدعم تقنية البلوتوس باصدار 5.2 والواي فاي 5 والريموت من البلاستيك وتقدر تشحنه من الطاقة الشمسية ومن المدخل الطايب سي ويكون نفس الريموتات 20-22 في الاستخدام لكن المختلف في السناد انه حجمه صغير جدا وعلى مستوضح الصورة الشاشة هتكون 4K HD دقة 8.3 مليون سلفي بيكسل بمعنى انه كل واحدة بيكسل بيكون لها دا امم فاصلة وده اللي بيميز الأولد عن اي شاشة تانية وعلشان كده الألوان بتكون طبعية اكتر وخصوصا اللون الاسود ومزوط بتقنية الـ Quantum HDR OLED Plus ودي المسؤولة عن التوازن بين السطوع والألوان بمعنى انها بتديك اعلى درجة للسطوع مع الحفاظ على درجة اللون الاساسي ودي كلها عامل مساعدة عشان توصل لك صورة افضل ومدعوم بمعالج نورال كوانتم 4K وده المسؤولة عن رفع معدل الصورة بمعنى لو فيه فيديو في الـ HD الخاصية دي بترفع لك اقصى وضح للصورة لكن طبعا مش بتوصل لـ 100% 4K وبصراحة الشاشة بتقدم وضح عليه جدا صورة طبعية فهو كل التفاصيل وتركيز ودقة الألوان كويسة جدا ونروح للنقطة اللي بعد كده وهي نظام التشغيل وهيكون تايزن وده النظام الخاص بتلفزيونات سامسونج ومن أهم التطبقات الموجودة زي نتفليكس ويوتيوب وبرام فيديو وتطبقات تانية كتير ويدعم خاصية المالتي بيو ومنها تقدر تقسم الشاشة جزئين وده اوبشن كويس واحنا هنا على القناة عملنا طريقة الاستخدام وهيسيب لك رابط الفيديو في خانة الوصف وبالنسبة للاستخدام في الألعاب التلفزيوني ده مخصاص الـ ALM والـ HGHG والـ FreeSync وزي ما قلنا نبي يدعم الـ 4K بـ 120 هرتز وده هيدي تجربة كويسة جدا من حيث سرعة الحركة والاستجابة العالية من غير تأخير أو تقطيع سواء في الألعاب أو في أفلام الأكشن والتلفزيون بيقدم أداء مميز جدا في الجزئية دي أما صوت الشاشة قوت الصوت هتكون 70 وط بتوزيع 4.2.2 channel يعني 6 سماعات و2 مضخم وهدعم خصائصه دولبي أتموس والـ O2S وده اللي بتخلي الصوت يتحرك مع الصورة بالإضافة لتقنية الكيو سيمفوني ومنها تقدر تشغل صوت التلفزيون مع الساوند بار في نفس الوقت وده هيزود مع قوت وتوزيع الصوت وهيكون متوافق مع بعض موديلات سامسوند بار اللي بتدعم نفس الخاصية ومستوى التوزيع الصوت ممتاز جدا ومش محتاج تشتري ساوند بار موسيقى موسيقى وأهم الاختلافات بين الـ 95C والـ 95B أن تصميم الـ 95C هيكون الـ Infinity 1 لكن الـ 95B هيكون اللي هو الـ Laser Slam والـ 95C هيكون شكله أفضل خصوصا لو متعلق على الحيط والمداخل في الـ 95C بتكون في الـ Connected Box وده مدي بساحة كبيرة للسماعات وهيكون مفيد لو متعلق على الحيط عشان سولت تغيير الكابلات عكس الـ 95B المداخل كلها بتكون في الشاشة واللي اختلاف التاني هيكون في الصوت فالـ 95C قوة الصوت 70 واط بتوزيع 4.2.2 شانل لكن الـ 95B قوة الصوت 60 واط بتوزيع 2.2.2 شانل والـ 95C مستوى توزيع الصوت أفضل وبالنسبة لوضوح الصورة في الـ 95C هيكون دقة وتركيز الألوان أعلى وكمان خاصية الـ HDR أفضل فالـ 95C بيستخدم الـ Quantum HDR OLED بلس أما الـ 95B بيستخدم الـ Quantum HDR OLED يعني نسبة السطوع في الـ 95C هتكون أعلى بنسبة 30% تقريبا وده يفرق معاك خصوصا في الألعاب والأفلام اللي بتدعمل HDR وبصراحة الـ 95C هتكون أفضل في كل حاجة لكن لو محتاج أداء كويس وسعر أقل هتختار ما بين الـ 95B والـ 90C وتقدر تشوف المقارنة الشاملة بين الموديلين وهسيب لكم رابط الفيديوهات في خانة الوصف وهتظهر كمان في علامة الآية بس كده أتمنى يكون الفيديو مفيد لكم وشكرا خاصة للي لسة مكمن معا لنحد النقطة دي ولو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وكمان شير مستنى أرأك وتعليقاتك على الفيديو واشوفك على ألف خير سلام